موسيقى دائما نشوفونا في جولاتنا من السعودية نستعرض معكم بعض المزارع مزرعة الفراولة مزرعة البن مزرعة الكثير من الأصناف والنباتات والثمار اللي فعلا يحرصوا عليها القائمين عليها بنتاج مختلف وتكنيك مختلف الحين عندنا كمان تكنيك يمكن أول مرة يمر علينا خصوصا لشخص بعد نجاح تجربته في زراعة الأرز في التربة البحرية بالتعاون مع المركز الوطني لأبحاث الثروة السمكية يعمل الآن بتجربة زراعة الأرز لكن وين؟ في التربة الصحراوية بطريقة عضوية دون الحاجة لكميات كبيرة من المياه الروح لزميلنا بهاء عسكر الآن لتعرف على هالتكنيك والتجربة والفكرة الرائدة في عالم الزراعة يسعد مساكبها ومسائك سعيد نوها ولكافة مشاهدين الكرام كما ذكرت نوها يعني طرق الزراعة تتعدد وهناك ابتكارات مختلفة من أجل الزراعة الحديثة وبطريقة عضوية دون تدخل كيميائي يعني أنا الآن نوها أقف في منطقة صحراوية جبلية هذا المكان اختاره المهندس يوسف بوندكجي كي يقوم بهذه التجربة بعد أن نجحت بتجربته الأولى بزراعة الأرز في التربة البحرية دائما عندما نتخيل حقول الأرز نتخيل تلك الحقول المغمورة بالمياه ولكن التجارب الحديثة والطرق الحديثة في الزراعة تجعل أو نستطيع زراعة الأرز بإذن الله تعالى دون الحاجة إلى كميات كبيرة من المياه أنا عند هذه التجربة طبعا هي أخذ مساحة صغيرة عبارة عن حوالي 10 متر في 4 متر كي يقوم بعمل هذه التجربة وتسمى في علم الزراعة تجربة نانوية أو نانوية زراعية اختار أن يزرع الرز البسمة الهندي يعني زرع هذا المحصول الآن الذي نشوفه أمامنا أو الزرع النابت قبل 20 يوم هذه الزراعة الآن على مدى 20 يوم تقريبا نراه بهذا الشكل لذلك سنتحدث مع سعادة المهندس يوسف بقدندقجي ونقول لك والله الله أعطيك العافية على هذه الأفكار وعلم جديد في عالم الزراعة أعطيك الصحة والعافية أشكركم على نقل التجربة هذه طبعا حتى ما قلنا الآن زراعة الرز اختلفت تماما عن الزراعات العالمية على أن يتم زراعة الحقل هذا وريه أربع مرات في الشهر فقط تخيل يعني توفير هاي بنسبة 80% في مياه الري وزرعنا ثلاثة حقول هنا على رز البسمة الهندي وأيضا الشعير البلدي والقمح البلدي لأنه الآن تزمن تعرف المشكلة الشعير تشارت فيه تعديلات جينية صارت تؤدي إلى أمراض وتسيب النص ولكن هنا كل النظام يختلف تماما عن المواد المستخدمة في العالم مواد عضوية زي ما قلنا غير تعديل جينات وراثية الزي ما احنا شايفين بنظام تعطيش شديد جدا واستخدمنا معاها بعض المواد اللي أبشرح لكم هي مواد عضوية ولا مواد كيوامية؟ كلها عضوية طالعة السؤال الآن هل التربة هذه هي تربة طبيعة الأرض نفسها ولا تربة زراعية أنت حضرتها؟ لا لا أبدا نفس التربة اللي موجودة في الحقل هي تربة طبيعية أيضا ما يحتاج نغير التربة ما يحتاج تقليب التربة استخدمنا معاها مادة يسموها المواكسد اللي هي مادة المواكسد هذه المادة طبعا تقوم بعمل تنقي للتربة ومعالجتها من العناصر الأخرى واستخدمنا أيضا سماد بركاني استخرج من الحرى الحمام البركانية اللي في المدينة المنورة هذا مما يساعدها على عملية التأقلم ومواجهة عوامل التعرية وهذه المادة أيضا مادة أخرى المادة هذه سمى هلام الكربون الطبيعي النشط اللي تستخدم الآن ويفضل استخدام الإزراعة الصحرة تجعل النباتات على الشجار تشرب كل سبعين يوم واحدة مرة فتخيل التوفير الهائل اللي حيكون من استخدام هذه المادة اللي زي ما احنا شايفين هذا هلام الكربون بعد يوم كامل تصبح 15 كيلو هلامية توضع في باطنة تربة تساعد النبات على العطش الشديد وريها كل سبعين يوم واحدة مرة الأرز يطرح تقريبا كل كم يوم؟ هو المفروض أن يطرح كل سبعين يوم آه مية وسبعين يوم هنا إن شاء الله من البوادر اللي أنا شايفها ممكن خلال ترات الشور يعني نتكلم على تسعين يوم يعني ما شاء الله هذه لها عشرين يوم وطلعت من طريقة هذه طبعا وعلى البحر كانت النمو بطيء جدا يعني أخذت تمانية وعشرين يوم حتى وصلت لأربع سانتي مية تمانية وعشرين يوم؟ أخذت تمانية وعشرين يوم حتى وصلت أربع سانتي الآن هنا عشرين يوم وصلت خمسة عشر سانتي فهذا فيه فرق كبير جدا في النمو وسرعة في النمو هذا الأرز اللي تم إنتاجه على الساحل البحري طبعا هذا بقشره الآن لم يقشر بقشره طيب عملتوا مثلا اختبارات عليه على نوعية الرز جودة؟ مزبوط سويا التجربة في مختبر نقوة هذا المختبر يتم استخدامه من قبل أمانة جدا في تحليل المواد السامة الغدائية وعطونا شهادة أنه خالي من جميع المواد السامة صالح للسلاك الآدمي ولو يوجد به أي كيمويات فهذا إنجاز كبير جدا وتخيل يعني الحقولة الكبيرة الربع الخالي نقدر نزرعه بدون أدنى شك إن شاء الله وبتوفير هايل في مياه الرئي هذه التجارب اللي انت عملتها الآن على الأماكن صغيرة طبعا خلال التجربة البحرية اللي قمت بيها وعملتها كم كيلو زرعته وكم كيلو حصد في المساحات الصغيرة؟ السؤال مهم طبعا فيه جدوة كويسة من زرعة الرز لأنه زرعت واحد كيلو وعطاني خمسة كيلو في الحصد الأولى الحقل حيستمر معاك لمدة سنة كاملة حصد طوال العام حيستمر معاك لمدة خمسة سنوات بعد يحتاج تقلع الرز وتزرعه في حقل الثاني خلاص تزرعه واحدة مرة وتحصد منه طوال العام لمدة خمسة سنوات وهذه أعتقد أنها نقلة نوعية كبيرة جدا خوفا أيضا على انقراض المحاصيل الأخرى والاستهلاك الشديد للشغير وللقمح وللرز والله انت بتعطي معلومات مهمة الساديوسي وخاصة في نوعية الزراعة وطريقة الزراعة الحديثة اللي وديه تواصل معاك الآن من مشاهدين ومهتم جدا بالزراعة كيف ممكن يتواصل معاك لديك موقع معين صفحة على تويتر على الواتساب نعم وطبعا انت تخش تصوي بحث باسم يوسف بوندقجي حيطلع لك كل حسابات اللي موجودة قناتي على اليوتيوب حساب على التوك توك على السناب شات حسابات بتراي كل يوم تجارب ميدانية متنوعة في مجالات الزراعة ومجالات الطاقة أيضا المجانية طيب ان شاء الله بعد نجاح هذه التجربة وبعد الحصاد ايش اللي ممكن انت تسوي انا كل اللي احتاجه انه يتم دعم هذه المحاصيل بقوة لانه خوفا من العشر السنوات القادمة ان تنقرد من العالم فلابد من دعمها ونبدأ نتجه ان شاء الله اذا تم دعم هذه التجارب نقدم نزرع الربع الخالي فهذه نقلة نوعية اقتصادية ايضا فنتكلم على مشروع مبادرة 2030 فهي دي صميم 2030 الاستثمار في الامن الغدائي وبدون تكلفة مائية كبيرة واستهلاك مائي كبير لا في استهلاك للمياه ما في استهلاك للأسمدة المواد تعتبر شبه مجانية فتوقع انا الاواني ونحن نزرع محاصيلنا بنفسنا باذن الله تعالى يعني المملكة العربية السعودية مستقبلا باذن الله تعالى تكون منتجة للارز بالطرق المبتكرة الحديث للسعود يا سلام صحيح هذا الكلام ونحن جاهزين ونحن جربنا ونصوينا نتائج قبل كده والان هذه الان امام المشاهد يقدر يشوف وهذا العرز الان زي ما احنا شايفين الحقل يعتبر جاف تماما من الماء شديدا للوعورة شديدة الحرارة والحمد لله شوف ما شاء الله انت قلت لي انك اخترت هذا المكان تحديدا لانه الارضية هنا صعبة اي صحيح هذه اصعب منطقة تقريبا في الزراعة لانه بتخلالها جميع عوامل اللي تأثر على نمو النباتات فاستخدمنا المنطقة هذه الحمد لله وما شاء الله 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 طرح البركة فيها يا رب لك الحمد اعطيك العافية والله اسعاد المهندس يوسف بندقجي فكرة رائدة وفكرة جميلة جدا يستطيع من خلالها المزارعين باذن الله تعالى التوجه نحو الطرق الحديثة للزراعة بطرق عضوية دون استخدام اي مواد كيموية من اجل انتاج زراعي جميل وانتاج زراعي في بيئات مختلفة لا تتناسب حسب المتعارف عليه للزراعة البيئة البحرية البيئة الصحراوية الحمد لله رب العالمين نجاح الفكرة والتجربة التي عملها المهندس يوسف بندقجي فكرة جميلة نستطيع من خلالها زراعة الاماكن التي لم نتخيل قبل ذلك زراعتها بحول الله تعالى لذلك نهى هي رسالة يوجهها يوسف الى جميع المزارعين اي ارض عندك لا تستبعد انها تكون صالحة للزراعة بامكانك معالجة التربة بوضع بعض المواد ومن ثم باذن الله تعالى تستطيع زراعة اي نوع من الانوع طبعا ليس الروز فقط نحن سبقوا سوينا تجربة زراعنا اكثر من خمسين صف نباتات نادرة وما شاء الله طلعت في هذه البلد ويمكن تصدير هذه التجارب الى دول العالم العربي متى ما ارادوا ان شاء الله بإذن الله تعالى يعني ان شاء الله بإذن الله تعالى نرى العديد من المنتجات التي يعني لم نتخيل أن المملكة العربية السعودية وطبيعة أرض المملكة العربية السعودية ان تكون من ضمنها هذا المحاصيل وهذه المنتجات سنراها بحول الله تعالى مثل زراعة الأرز أعود مرة أخرى لكي نوها شكرا زميلنا بها عسكر على هالنقل المميز لو تلاحظون دائما لما نستعرض معكم في التقارير في هالنقلات الأراضي الزراعية قديش يعني أبناء الوطن قاعدين يخلقوا ابتكارات وتكنيك لطريقة الزراعة بناء على احتياج الثمرة بناء على ظروف الأرض بناء على ظروف الطقس قديش تميزنا في هذا الموضوع وقاعدة هالابتكارات تزيد وقاعدين نشوفها بشكل جدا جميل الله يعطيهم العافية طبعا الحين ننتقل